أهلا وسهلا فيكم مشاهدين إلى هذه المحطة للعام التاسع على التوالي تقدم مؤسسة سيدة الأرض جائزة تكريم شخصية العام في رمالله في السادس عشر من كانون أول من خلال اختيار شخصية من كل دولة في العالم العربي كان لها دور فاعل في القضية الفلسطنية أكيد لأهمية هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب ضيوفنا من داخل للستوديو أكيد مرحب الدكتور كامل الحسيني رئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض أهلا وسهلا فيك أهلا بيك يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل وأكيد مرحب أيضا بضيفتنا كمان سيدة إيمان عبد الرحمن منصقة اللجنة الإعلامية للحفل يسعد صباحك يسعد صباحك ويسعد صباح الوطن الجميل أهلا وسهلا فيكم شرفتونا طبعا هذه زيارتكم الأولى للدكتور أهلا بيك أهلا بيك بداية نتحدث عن فكرة تكريم شخصية العام وأكيد للعام التاسع على التوالي ونحكي لك الحمد للع السلامة يعني كنت أيضا في جولة عربية جولة عربية أيضا في مجموعة من المدن للحديث عن هذا الموضوع أولا كل فكرة عظيمة هي كانت في البداية فكرة بسيطة أذكر العنوان الأول لبرنامج شخصية العام 2008-2009 كان العنوان كي نبني عاليا يجب أن نحفر عميقا فهذا كانت الكلمات أعتقد كنا موفقين في اختيارها وبدأنا بهذا الاتجاه لكن إحنا كمجتمع عربي فلسطيني تدرك تماما أن هناك الشغل الشاغل في الموضوع العمل الجماهيري ليس سهلا وأنا بقول دوما أن تبني مصنع وأن توظف فيه مئات العمال والموظفين تستطيع أن تديره أكثر من أن تدير العمل الجماهيري فالعمل الجماهيري بحاجة إلى رؤية وبحاجة إلى ثقة وبحاجة إلى إيمان وبحاجة إلى إرادة وعزيمة كي تستمر في هذا العمل كيف لا وهذا العمل الجماهيري يخدم أعدى القضية وأعظم قضية وأسمى قضية هي القضية الفلسطينية أسمناها قضية الأم فالفكرة أجد هي لعكس صورة حضرية بشكل خاص عن إخوتنا في الداخل الفلسطيني في الناصرة وحيفا وعكة والجليل وتمرى وشفا عمر وكل هؤلاء البقوا في سيدة الأرض المثلث والنقب الصامد بشكل خاص لكي نقول للعالم العربي أن هؤلاء بقوا في سيدة الأرض سيدة الأرض هي فلسطين باختصار شديد واضح طبعا لدى الجميع وبرضو المسمى برضو التوفيق كامل الله عز وجل أن نختار أسم سيدة الأرض لهذه المؤسسة وبدأنا في هذا العمل سيدتي أن نختار وتكون هذه الصورة الحضرية من إخوتنا في الداخل الفلسطيني ثم بدأنا نأخذ شخصية العام في الأردن وفي مصر إلى أن وصلنا نأخذ شخصية العام في كل دول العالم دون استثناء فهذا بتصور يحسب لهذه المجموعة القوية وهذه المجموعة المثابرة مجموعة أسرة مؤسسة سيدة الأرض والمؤسسين اللي بدأوا معي من اللحظة الأولى ولزالوا هم على رأس العمل وهذا يحسب لنا جميعا أننا كأسرة واحدة نقدم عمل يستحق التقدير ويستحق التكريم أيضا لأننا أحنا بتصور فكرة كانت هي خالصة في حب الوطن وفي نفس الوقت فيها رؤية وفيها رسائل التكريم نعم هو تحضر وحضارة أن نكرم الإنسان وهو حي وليس وهو ميت وأسفل من ذلك أن تكرم وطن أسمه فلسطين عندما أكرمك أو نكرم أي شخص له أياد بيضاء خدمه وأعطى وقدم إنما نحن نقدم كما بقول للمكرمين نكرم وطن نكرم شجرة الزيتون التي بقت في هذا الجليل العالي والشامخ والغالي وفي نفس الوقت الرؤية هي مد الجسور بيننا وبين الوطن العربي مد الجسور بيننا لأن نحن بحاجة أن نكون وطن عربي واحد فنأخذ من كل دولة شخصية خدمة القضية الفلسطينية وهذه برضو نقلة نوعية إننا نصلت الضوء على هذه الشخصية والآن في 16-12 إن شاء الله في مدينة رمالة ولأول مرة نقيم الحافل في مدينة رمالة في مسرح الهلال الأحمر هذا المسرح الرائع جدا برضو بعكس برضو أن الفلسطيني يستحق أن يكرم لأننا نحن نعيش تحت احتلال رغم كل ذلك نبدع هذه القصة التي نحكيها في الوطن العربي كيف يستطيع هذا الفلسطيني دون معطيات ودون مقومات أن يكون في المقدمة إذن هو شخصية فذة شخصية تستحق الدراسة أمام العالم كله نعم بالفعل ستحدث أيضا عن الشخصيات التي تم اختيارها لكننا ننتقل لسيدة إيمان سيدة إيمان خبرين عن التحضيرات نحكي عن 16 مرشاة كانون أول أيام قليلة تفصلنا كيف تحضيرات اللوجستية وأيضا الاستعدادات والله الأعمال حاليا تجري على قدم الوساق يعني حاليا كلما يعني إحنا بالعدد التنازلي للوصول ليوم الاحتفالية الكبيرة ومن هون أنا مودة قبل ما أحكي عن اللوجستيات بوجه كلمة لكل الإعلام الموجود الفلسطيني أو غير الفلسطيني لازم يكون حاضر بالاحتفالية هذه الكبيرة لأنها يعني دعم لإلنا كشعب فلسطيني يرزح تحت الاحتلال وهي كمان بتوثق قدر قديش إحنا منتميين للوطن سواء كنا بالداخل أو بالخارج حاليا عنا عدة تحذيرات ومن أهمها أن التركيز على المكان الاحتفال رح يكون إن شاء الله بصورة طليق بالوطن وطليق بالفعالية رح يكون في عنا كمان لجنة بروتوكول تستقبل الناس اللي رح تيجي من عن طريق الجسر في أريحة ورح يكون في إعلام إن شاء الله يسلط الضوء على الأشخاص اللي رح يدخلوا في عنا لجنة متطوعين رح تاخد بعين الاعتبار يعني كيفية استقبال هؤلاء الناس وكانوا من الداخل الفلسطيني من الخارج رح يكون عندنا يعني في عنا سلسلة لجان وسلسلة فعاليات عشان نضمن إنه الاحتفالية تليق وتكون على القدر اللي إحنا عم ننظر له كفلسطيني وكفلسطيني يعني تكون هي العنوان بالفعل خاصة إنه كمان بيكون تحذيرات بشكل مسبق يعني لهاي الفعالية الأساسية دكتورنا ما بنحكي عن هاي الشخصيات اللي هي بالأساس بالفعل تسلط الضوء على القضية الفلسطينية وتقدم القضية الفلسطينية وأيضا هي شخصيات حاضرة على المستوى العربي وأيضا كما ذكرت على المستوى العالمي كيف يتم اختيار هذه الشخصيات هل هناك لجنة كيف ما هي المعايير التي يتم على أساس؟ طبعا سؤال جميل نحن في المؤسسة بما يعادل هناك أربعين شخصية في مجلس الأمناء وهم من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم عظيم وهم أسماء لامعة وضوح دور وأيضا جزء منهم كان مكرم كنموذج فلسطيني في داخل من المؤسسة فيتم أولا الترشيح لهذه الأسماء وتقدم السيرة الذاتية تدرس عبر لجلة التحكيم في هذا الاتجاه يعني من كل دولة كان عشرات الأسماء التي رشحت وبعثت السيرة الذاتية ومن ثم نحن يعني بيكون هناك بحث على كل شخصية بهمنا موضوع خدمة القضية الأم القضية الفلسطينية ونصلت الضوء على هذا الموضوع بشكل خاص وبالفعل نختار بهذا الاتجاه يعني دعيني أعلن عدة أسماء برضو بهذا الاتجاه يعني من المغرب عندنا الدكتورة سعاد العربي يعني هاي إمرأة مغربية عربية مصرية فلسطينية هي مغربية الأصل ولها إيادي بيضاء تماما في محبة القضية الفلسطينية وهي تقف على رأس منظمة كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي أيضا إذا تحدثنا برضو من تونس سيكون لدينا وافد رفية جدا ولا ننسى بأن ضيفة شرف حفل تكريم شخصية العام هي الفنانة العربية التونسية صوفيا صادق وهي جدا محبة للشعب الفلسطيني وطبعا على رأس الوافد سيكون الدكتورة نوال قطب بن صالح هذه المرأة العظيمة وهي رئيس الفخري للمؤسسة ومن مصر سيكون لدينا برضو حضور قوي جدا من برلمانيين مصريين وشخصيات اعتبارية من مصر وأيضا شخصية عراقية لأول مرة سيكون لدينا في رمالة شخصية عراقية ونعلن عنها برضو أمامك هو دكتور حيدر أجبوري هو مدير دائرة فلسطين في جامعة الدول العربية وإذا يعني لو بحثنا عن كل شخص بتلاقي أنه فيه هناك له أيادي بيضاء في خطبة قضية الأم القضية الفلسطينية أيضا الشخصية الفاعلة والصوت العالي كان عبر السنوات الأربعة التي مضت هو رئيس البرلمان العربي معالي الدكتور أحمد بن راشد جروان هذه الشخصية الإماراتية العربية التي دوما له دور وصوت عالي نحو القضية الفلسطينية وهو حاضر معنا في 16-12 بإذن الله ومن النساء اللواتي لهم أيادي بيضاء ويخدمون وكان لي شرف أن أكون معها في أكثر من المؤتمر وتتكلم نحو الفلسطينيين بشكل جيد الشخصية الكويتية الشيخة نوال الصباح ورح تكون على وفد رفيع من الكويت وهذا شيء يحسب تماما أن من كل دولة عربية سيكون عندنا في رمالة في 16-12 حضور يمثل هذه الدولة ويمثل هذا الدور والمحبة إذن التكريم هو رؤية فكرة نريد أن نوظفها نحو قضيتنا الأسمى ليس فقط التكريم شخصية العام هو تكريم رمزية برغم أن كل ما يفوز بلقب شخصية العام سيحصل على مجسم لسيدة الأرض عبارة عن خارطة فلسطين ومجسم والكرة الأرضية وهذا يقدم شاب من رمالة جميل جدا ومهندس وبارع لأول مرة يقدم على مصور الوطن العربي هذا مجسم خاص في مؤسسة سيدة الأرض كل مجسم 18 ساعة عمل تخيلي بالنحة هذا ماذا نقدم؟ نقدم رسالتنا فلذلك هي الربط بين هذا وذاك لكي يكون كما قلنا عنوان الحفل ليبقى الوطن العنوان الأول بفعل عم نشوف كمان مجموعة من الصور لفنانين أيضا ليث أبو جود أيضا شهاد نسناء موسى نايبر غوثي هذا جزء من الفيديو الترويج هذا الاستطلاع هذا استطلاع على من هو فنانك المفضل الفلسطيني وهذا الاستطلاع يا سيدتي شارك فيه مئات الألاف للمعلومات عبر وهون نقطة بدأشير أنت تلاحظ الفنانين تتكلم دلال آمن من ناصرة تتحدث من كل عمار حسن رمالة غزة كل المناطق الفؤسسة هذه هي الرؤية وأيضا نحن في مؤسسة تكريم شخصية العام الأسرة التي تدير المؤسسة هي من غزة من القدس من رمالة من قلقيليا وبرضو طوبة لقلقيليا ولصديقي وعزيزي المهندس وائل شريم اللي بالفعل الليل والنهار بشتغل بهذا الاتجاه من الناصرة ممتاز يعني بدأش أتكل الأسماء من شفا عمر من تمرة من كل من دارة الكرميل من كل بلد نحن موجودين في مؤسسة سيدة الأرض نشكل أنا فلسطيني أنا مش دفاوي ولا أنا غزاوي ولا من 48 أنا فلسطيني هاي الرؤية اللي احنا برضو نضيف لمؤسسة سيدة الأرض إنه احنا أسرة واحدة نشتغل كلنا مع بعضنا بهذا الاتجاه عشان هيك بنقول دائما تعالوا نشتغل مع بعضنا بدل من نشتغل على بعضنا هاي حكيتي هاي أنا بحكيها دائما وكمان في هذا الكسر لكل الحواجز اللي ممكن تمنعنا عن بعض هي الهوية واحدة الجغرافية واحدة في سيدة الهوية هي الهوية اللي احنا بهمنا نؤكد على هويتنا الفلسطينية ومن ثم انطلقنا إلى كل الأرض أنا جئت من دبي وجئت من تونس وجئت من عمان وتم استضافتنا في كل فضائيات الوطن العربي وتحدثنا بإسهاب هنا من أنا نؤكد بلا أدنى شك أن الشارع العربي هو محب لفلسطين ومحب للشعب الفلسطيني وأركز على تونس هذه الدولة وهذه الجمهورية وهذا الشعب اللي حقا يحب الشعب الفلسطيني بكل تلقائية وبكل عفوية وبكل منطق وبكل ماذا وبكل وعي لذلك يعني من هنا عندما قرأنا لمحمود درويش هذه القصيدة الرائعة كيف نشفى من حب تونس أعتقد بأنه محكم في هذه القصيدة إيمان نعم سيد إيمان لما تحدث أيضا عن جانب الإعلام تحديدا يعني فيه تغطية مثل لهذا الحدث حدث كبير وعلى مستوى عربي أيضا وعلى مستوى عالمي كيف كانت تحضيرات الإعلام خاصة وكمان أيضا الدعوات للمشاركين في هذا المؤتمر تقريبا لـ 1200 شخصية بارزة على عدة أصعدة سواء اقتصادية وسياسية واجتماعية مؤسسة سيدة الأرض بشهر ثلاث الماضي كان فيه عندنا بث فضائي موحد لحوالي 28 فضائية على مستوى العالم العربي فمن هون أنت بتقدر تبني بكل سهولة على الإيبنت القادم فهنا فتحنا قنوات مع بعض الدول العربية خصوصا أنه انطلاقة البث الموحد كان من مؤتمر من لبنان فمن هون احنا ارتكزنا على أصدقائنا وعلى المعارف وعلى الناس اللي شاركت بالفعالية الأولى وحاليا بسهولة بمكان أنك تقدر تثبت وتوضقي الأمور لاحقا مع الإعلام فحاليا كل الفضائيات التي شاركت ستكون لها السبق الصحفي ستكون معنا وعلى سبيل المثال وليس الحصر أنه لدينا الجزيرة الأمبيسية الفلسطينية العودة فضائية فلسطين يعني تقريبا كل الفضائيات الفلسطينية والمصرية والكويتية والأردنية رح يكون لهم إن شاء الله دور كبير رح يكونوا هم بث حي مباشر من الاحتفالية على معظم الفضائيات الوطن العربي وإن شاء الله يكون كمان إلنا على إشي كمان برا بالنسبة عالمي يعني المؤسسة لما هي بترسخ ثوابت لإلها من السهولة إنها تنطلق من السهولة إنه تلاقي حدا يثق فيك من السهولة وأنا يعني كتير مبسوطة كتير منفعلة وأستنى في يوم 16 الشهر لإحتفالية والعرس الفلسطيني اللي رح يكون بهذا اليوم أنا بثمن الجهود لأنه إحنا لما بلش الفكرة أنه من الداخل الفلسطيني لنقول هدول الناس هم أصلنا وهدول الناس هم جذورنا فلولاهم كان انقرضنا كفلسطينية في الداخل الفلسطيني فإحنا بنرفع لهم القبعة ونقول لهم كل احترام لإلكم كمان جزء ثاني إنه تكريم الناس من العالم العربي خصوصا اللي عنده انتماء لفلسطين نقول له أهلا وسهلا فيك أنت بانتماءك وحضورك ودعمك لإلنا إحنا مش نسيناك كمان وهي نقطة كتير يعني بتعزز إنه الفلسطيني أي حدا بوقف معاه بكون واقف لجنبه معاه وبيكرمه حتى لو بأوسط الأمور فإحنا إن شاء الله إحنا معاكم ومعايدكم بنقول إحنا بنستنى 16 شهر لكلنا نرفع لواء فلسطين عالي لنقول إحنا بنحبك يا فلسطين فعلا مشكلة أمان بالفعل إحنا كمان تشوقنا يعني لهذا التاريخ ولهذا الحافل خاصة لما بنحكي كمان عن وجود شخصيات عربية بارزة نعم دكتور لما بنحكي عن شخصيات في مختلف المجالات نعم في المجال الفني في كل مجال شخصية نعم نحكي عن شخصيات التي تم اختهرها في أعوام سابقة الملكة رانيا لطفي بوشناق الفنان تونسي طبعا يعني شخصيات بارزة وفي أكثر من مجال إلى أي مدى من المهم أنه بالفعل تكون يعني لما بنحكي عن أكثر من مجال هذا بيكون جاذب ويصل إلى أكثر من خلال كيف أنت أعرضت هذا التقرير بحيث أنه الشخصية الفنية وأيضا هناك الشخصية الأكاديمية والطبية والرياضية في كل المجالات وأيضا هنا القصة النموذج الفلسطيني نريد أن نعرج عن النموذج الفلسطيني يا سيدتي في 16-12 سيكون من كل جالية فلسطينية في العالم مكرم النموذج الفلسطيني ودعيني أتكلم معك بالأمس ما حصل معي تفاجأت بأنه ليس النموذج الفلسطيني مثلا في الدنمارك عزيزتنا عضو برلمان امرأة فلسطينية محجبة في البرلمان الدنماركي وهو نحطه 20 خط تحت البرلمان الدنماركي ممتاز هي الفلسطينية لم تولد في فلسطين ولم تزور فلسطين إلى الآن إنما هي فلسطينية حتى النخاع هذه الكريزما وهذه الهالة وهذه هي بتصور الجينات لا ترحل بعيدا كما هي التفاحة لا تسقط بعيدا عن الشجرة فلذلك هذه المرأة لأول مرة ستزور فلسطين وهون القصة لماذا لا نعلم بس أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي قصة العودة إنه إحنا نريد أن هؤلاء ناجحين في كل العالم نريد أن يكون عين على فلسطين لأنه يا سيدتي يا عزيزتي أيها المشاهد إن لم تكن مشعب الأمل وبصمي وأياد بيضاء نحو وطنك أولا لو كنت ناجح في كل العالم لا تستطيع وطني أولا لأنه وطني أمي ولا أستطيع أن أبتعد عن أمنا أقول دوما المحبة للوطن كالمحبة للأم وأنا لست بولد عاق أنا مرضي الوالدين ومن أمي بشكل خاص ولذلك يجب أن دائما نعين على فلسطين إذن من الديناماركة ستأتي هي وإمها وأهلها وكل من هو محها في الدائرة الأولى إلى فلسطين أيضا برضو من السويد عضو برلمان برضو هناك نفس الاتجاه بفجئنه وجاي برضو هو وأهله من الأمريكتين وتحدثنا كونك من أحد القرى الجميلة في رمالله هناك أيضا نموذج فلسطيني من شيكاغو برضو هو طبيب جراح من روسيا الدكتور أسعد بطر هذا الدكتور الجراح ومن إكرانيا البروفيسور عاهد زقوت وكلهم شخصية ورئيسة شوفاشيا رئيس هذا الذي محب وهو الصديق الشخصي لفخامة الرئيس أبو مازن وكان في زيارته سيادة الرئيس وهو إن شاء الله حاضر هذا الحفل أيضا اللاعب هو ريولاندو الذي استقبل أحمد دوابشة وأصبحت قصة أحمد دوابشة لهذه المحرقة ولهذه الصورة السوداء على هذا الفكر الصهيوني أمام العالم كله فهو الربط القصة التكريم وما بعد التكريم ومرورا طبعا من هولندا ومن النمسا ومن كل دول أوروبا من كندا من أستراليا من كل دول العالم فهي الرؤية يا سيدتي أن تجمع الجميع في رمالله ونريد أن يكون بإذن الله تعالى هو حلم وأنا أصور في الحلم أن يكون الحفل القادر في مدينة القدس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كما ذكرت هذه فكرة العودة فكرة العودة لكل هؤلاء الشخصيات البارزة اللي ارتبطت على مدى سنوات حياتها بفلسطين يمكن في منها كتير لم تزو فلسطين هاي رح تكون نافذة وفرصة ومن رجال اقتصاد فجأت من فرنسا رجل الأعمال ناجح جدا عن مستوى فرنسا قال ليس يكون معي وفد فرنسي لأنه نريد أن نستثمر في فلسطين من بريطانيا أخ وعزيز زياد العلول هذا الشخصية التي تراه في كل مكان في العالم ومن شخصيات اللي بصني وهو إن شاء الله رح يكون موجود في هذا الحفل يا سيدتي نريد أن نعمل معا وسويا وأن نترك بصنا تعرف صار معي شغلة في تلفزيون الأردني حصلت تحت الهواء بالأمس قبل ثلاثة أيام كنت في برنامج صباحي على الفضائية الأردنية وتحدست عن نموذج عنا عن مدينة الروابي عنا في مدينة رمالله كيف هذا الفلسطيني تحت الاحتلال استطاع أن يبني مدينة عصرية هي بصراحة كانت فكرة جنون من الأخ بشار مصري وصارت هذه الفكرة فكرة مدينة فلسطينية واقعة تتسع إلى خمسين ألف نسمة وهي الكل الفلسطيني بعد ما خلصت اللقاء المذيع تجاوب اللي ممكن أشوفها هاي المدينة استغرب هل أنتو بتبني لسه آه إحنا بنبني إحنا ما ننوقفش في احتلال نعم عنا في احتلال نعترف بس إنما نحن نعترف بحقنا بحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة ونحن نستحقها ونحن نستحق فعندما رأى هذه المدينة قال لي والله العظيم صل للنفسي أسكن فيها شوفي قصة فهذا هو الفلسطيني برغم الاحتلال فلذلك إحنا كتبين نعم ليبقى العنوان الأول الوطن ليبقى الوطن عنوان الأول زائد ونضيف أنه هذا الشعب الذي صنع من الليمون المرة عصير حلو المذاق لبناء وطن حر اسمه فلسطين جميل جميل نخطب مع هذا العنوان عنوان الحفل طبعا ليبقى الوطن العنوان الأول كلنا شوق لهذا الحفل وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق ويعني النجاح دائما والاستمرارية موجودة معنا أنت يوم الحفل أكيد أكيد شكرا لوقتكم وشكرا لوجودكم معنا صحيح برضو أشكرك وأشكر كل من كان وراء الكواليس وأشكر كل من إحنا أنا أتيت من السفر إلى رمالة لم أشاهد لأهلي ولا أولادي لكي نحاول أن نكون معا نبني في هذه اللوحة لوحة فسوة فساء 16-12 الكل مرضو مدعو بتصور إيمان ونقول للجميع هموسالل فيكم لأنه هي ليست لنا ولا لكي إنما هي للجميع وهي القصة إنه نحن أقوى من أنا صحيح أنتكم العافية شكرا كتير ونثمن جهودكم المباركة وإن شاء الله يوم 16-12 يكون هو العرس الفلسطيني الأول إن شاء الله أهلا وسهلا فيكم دائما شرفتونا وشانيا ننتقل إلى محطة لصحتك ترجمة نانسي قنقر